وفي صحيفة الشرق الأوسط أيضا في ذات السياق لا حل في الأفق لحرب السودان وأعداد الضحايا تزداد يوما بعد يوم دخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الخامس دون أن يحقق أي منهم انتصارا عسكريا حاسما أو يحقق هدفا من أهدافه المعلنة التي رأى الحرب وسيلة لتحقيقها في غضون ذلك لا يبدو حل في الأفق للحرب في حين تزداد عداد الضحايا يوميا إذ قتل نحو أربعة آلاف مدني وجرح عشرات الآلاف وتشرد نحو أربعة ملايين شخص بين نازح ولاجئ وتدمرت البنية التحتية في العاصمة الخرطوم وبعض مدن البلاد الأخرى وسط تكهنات بتمدد ساحة الحرب إلى مناطق أخرى ووفقا للتقارير فإن الجيش لم يفلح في تفكيك ميليشيا الدعم السريع والقضاء عليها وحفظ كرامة الشعب في غضون ساعات أو أيام كما ظل إعلامه يعد بل تمددت قوات الدعم السريع وسيطرت على معظم انحاء العاصمة وعدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش وفق شهادات كثيرة من السكان وقالت مصادر إن الجيش اضطر للبقاء مدافعا عن مقراته الرئيسية وهي القيادة العامة للجيش وسلاح المدرعات ومنطقة ودي سيدنا العسكرية وسلاح الإشارة وفي سبيل تأمين تلك المواقع أقام الجيش المتاريس حولها وترددت أنباء أنه زرع الألغام حول هذه المقرات العسكرية دون أن يوقف ذلك محاولات هجومية من قبل قوات الدعم السريع على تلك المناطق ترجمة نانسي قنقر